السلام عليكم الداري مرحبا بكم في فضل ماتش وتحليل ديالو ما بين اليوفي وتشيلسي الماتش اللي كان صعيب صراحة اليوفي اللي منظمة دفاعيا وتشيلسي اللي مزيانة تاكتيكيا وكتحاول تلعب على الأظهراء بشكل قوي مهمة للخوت اليوم لعب زياج كأساسي وهاتي كان واضح بعد مباراة الأخيرة لعبها فقط حاولها 17 دقيقة وبين وطاع أسيس هاتي خلاي لعب أساسي ولا لعب بوليسيت بحيث كما تشاهد الخطأ ديالنا لعبت تقريبا بنفس اللاعبين لعبوا أخر مات مع تغيرين لما بوليسيت وزياج ومكان مو سلمونت وكاي هافرد كما شاهدنا في الصوت الأول اليوفي كتبغي تضغط لكن لا تستطيع تواضب وما تبقى بنفس النهج تطاول الصوت بحيث كي يعاني من اللي يضغطوا اليوفي على تشيلسي الأجنيحة أو الأظهراء تشيلول أو ديامس يخرجوا ذاكسي يخلي الدغط يتخربق وبالتالي تستغلوا الفراغات ويلاعبوا على الهاتف لكن ما شفنا زياج دار لمسات لعالمية على طريق الواعرين لكن كان هناك سوء تفاهم مع اللعب أوضوي بحيث اللقطة كما كتوفوا وحتمر العالمية لكما يفهموش وبالتالي مشا تضاعك واحد كورة أخرى ضيعة زياج بحيث تلعبه بسريعة وبالتالي توقع بقافي الحال ولكورنير كدربه مزياج بطريقة عالمية بحيث ان الهدف للتالوبا جامت من المفتاحية والتالوبا جامت بالتالوبا جامت لعب تلوبا لسجل الهدف وبالتالي المدافع تقلق صراحة للموسمه من أفضل المدافعين المشكلة كان عنده هو تحاول توغل وسط الدفاع سراحة كتلعب فقط على كونترداك والسرعة الكيازة لكن ديفونس كان نظم بقوة تلخل المات يكون صعيب على فريق وفي الشوت الثاني تلسي قدرت توغل وسط الدفاعات التي كانت نظمة في الشوت الأول لكن عرفت تاخد تغارات بحاجة يلاعبه على الجياز يجعلهم دائما مبرسطين بين جيمس والتالوبا على موسم الفوز الكبير الهدف على لاعب اوضوي كان متحرك كالنشاط زياش قدم شوت ثاني جاميل متمرد ديالو بتوغل ديالو بالكورات اللي بسيطة لكنك شط الفارق بحل الكورة الأخيرة هذا الهدف اوضوي يعطى لوفتيك هو بدوره وكمل الاوضوي يعني زياش راح تنشوت ثاني كان حسوم شوت الأول صراحة اليوفي عندهم لاعبين عنيفين بحال بونوتي بحال ديالغش بحال رابيو قتالة ديالب الصح لكن الحمد لله لاعب مغربي ما تصابش وكمل الماتش بطريقة جميلة بالنسبة لي ايك نعطي لزياش سبع العصرة فضل الماتش هذا هذا ما كان أخوت ليلة سعيدة وتشال الله وليف رازكم